بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب وهو خليفة كان يتفقد أحوال الرعية فكان يسير في الطرقات يسمع أخبار الناس فبينما هو ذات مرة يسير في الليل فسمع صوتا أم مع بنتها يعبؤون اللبن فقالت الأم لبنتها الآن نستطيع أن نخلط الماء مع اللبن فإن أمير المؤمنين لا يرانا في هذه الساعة وأمير المؤمنين يسمعهم سيدنا عمر يسمعهم فقالت البنت وكانت صالحة تنتقية لا يا أمها إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله سبحانه وتعالى قريب منا وسبحانه وتعالى يرانا فلا نفعل ذلك أبدا وينبغي أن نخشى الله حياتعجب سيدنا عمر الخطاب من هذه البنت الصالحة وفي الصباح جمع أبناؤه وقال لهم ما منكم يرود أن تزوج والله لو أنني في صباي ما تركت هذه البنت الصالحة فكان عاصم ابن عمر بن الخطاب لم يتزوج فإخوانه يعني رشحوا له أن يذهب إلى هذه البنت الصالحة وسبحان الله يعني الشيء الجميل بقى هذا الرزق العظيم كانت يعني بنت فقيرة مسكينة تبيع اللبن قالت لأمها معقول يا أمي أن أمير المؤمنين خليفة خليفة المسلمين ابن عمر بن الخطاب يتزوج إنسانة مسكينة وإنسانة يعني فقيرة مثلي فقالت لها أمها هذا رزقك لأنك إنسانة صالحة وبقى أشوف الكهي الجميل بقى العظيم بقى ماذا أنجبوا بقى سيدنا عاصم ابن عمر بن الخطاب لما تزوج هذه الفتاة الصالحة أنجبوا ليلة بنت اسمها ليلة كان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو خامس الخلفاء الراشدين الذي ملأ الأرض كلها بعدله وحكمته رضي الله عنهم جميعا نستفيد لحق من هذه القصة إن الإنسان لما بيتقرب بنا سبحانه وتعالى ربنا بيرزقه وأن عين الله لا تنام ينبغي أن يستشعر الإنسان دوما أن الله عز وجل قريب وسميع وبصير وربنا سبحانه وتعالى يراقبه وسبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان ونعلمه ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثم يعطي الله عز وجل الرزق العظيم لمن بقى يعطي الله للصالحين يعربنا عز وجل رزق هذا الرزق المبارك وتزوجت ابن خليفة المسلمين لصلاحها وتقواها والنقطة الأهم بقى أن اختيار الزوجة الصالحة تأهم القرار تاخده في حياتك حقيقة عندما تتزوج امرأة صالحة اعلم أن الحياة كلها بقت صالحة والعكس الصحيح أنا أعلم زوجات للأسف هدت كينات بعض الأسر العظيمة الكبيرة كانت بتعيش الحياة أفراد وجدت يعني زوجة اختيار فاسد وسيء يعني أدى إلى انهيار هذه الكينات والعكس الصحيح سبحان الله بعض الزوجات الصالحات لما ننسيب الزوجها بتحيي حياة صالحة وبتصلح بينه وبين إخواته وبتكون مصدر للسعادة وكان بقى لي المحصلة سيدنا عمر بن عبد العزيز ده الناس اللي بتاعهم وهذا شيء عظيم جدا صلى الله عليه وسلم صدق حينما قال تخيروا لنتفكم فإن العرق ده السياس اشتركوا في القناة